كدى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على أهمية فريق البحرين ميردا للدراجات الهوائية في ترويج لمملكة البحرين وإبراز صورتها الحضارية في مختلف المجالات قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن فريق البحرين مريدا للدراجات الهوائية الذي تم تشكيله مؤخرا سيكون عاملا مساعدا ومهما في الوقت ذاته لتسليط الضوء على مملكة البحرين لما يضمه من دراجين يمتلكون خبرة واسعة وإنجازات هائلة في مجال هذه الرياضة إضافة إلى أن الفريق سيعمل جاهدا من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة البحرينية على المستوى العالمي وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد على حساب سموه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي للانستجرام نحن فخورون للغاية للانضمام إلى مجموعة استثنائية من الدراجين المحترفين والشغوفين بهذه الرياضة وذلك ضمن مساعدنا لزيادة انتشار الرياضة الدراجات الهوائية في منطقتنا مؤكدا سموه أن فريق البحرين مريدا للدراجات الهوائية سيصلط الضوء على مملكة البحرين في الساحة العالمية كوجهة رائدة لرياضة الأعمال والسياحة والرياضة إضافة إلى دعم دمو الدراجين في هذا الجزء من العالم وأشار سموه أن مملكة البحرين بعد تشكيل هذا الفريق الذي يضم نخبة من المحترفين ستكون موطنا لرياضة الدراجات الهوائية في الشرق الأوسط كما كانت من قبل موطنا لرياضة الترايثلون ومن قبلها موطنا لرياضة السيارات الأمر الذي سيساهم في بقاء مملكة البحرين في دائرة الأضواء العالمية وتسليط الإعلام العالمي عليها بصورة دائمة وأضاف سموه ليس هناك أدى شك من أن هذا الفريق الذي يضم دراجين ممتازين بالإضافة إلى كفاءات إدارية وعاملين محترفين جانبا إلى جانب مع دعم جهات دعمة لديها شغف كبير لهذه الرياضة في المنطقة وسيكون لديه دافع كبير للأصول لأهدافه وكشف سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن فريق البحرين مريدة للدراجات الهوائية سيكون حاضرا في رزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية اعتبارا من عام 2017 وسيشارك في مختلف الفعاليات والبطولات العالمية وقد وضعت له خطة فنية عالية المستوى من أجل الوصول بالفريق إلى الجهزية الفنية التي تجعل من منافسة حقيقيا ورقم صعبا في تلك البطولات وصولا إلى احتلاء منصات التتويج ومحققا المراكز المتقدمة وأضف سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نمتلك استراتيجية واضحة لفريق البحرين مريدة لدراجات الهوائية وسيكون داعما لنا من أجل تطوير الرياضة الدراجات الهوائية في المملكة وأعرب سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تفاؤله بمستقبل مميز للفريق في الترويج لمملكة البحرين وتحقيق النتائج المتقدمة في البطولات التي سيخوضها